أعلنت قيادة شرطة ديالة عن انطلاق خطتها الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي تتضمن تأمين الحماية لدور العبادة والأماكن الترفيهية والأسواق ما يضمن أمن وسلامة المواطنين باشرت قيادة شرطة ديالة بأمر العمليات الخاص بتأمين الحماية اللازمة لخطة العيد التي تضمن فواج الطوارئ وأقسام الشرطة المحلية وكل الأقسام المقافحة النجدة حقيقة الخطة تمثلت بحماية دور العبادة أولا في قامة الصلاة وكذلك المقابر لوصول المواطنين في هذه المناطق المناطق الترفيهية أيضا تم تنسيق مع كل الجهات بخصوص توفير الحماية اللازمة لها كل قطعتنا إن شاء الله منتشر في هذه الأيام المباركة ونسأل الله أن تكون أيام خير وبركة على كل شعبنا ودئالة خاصة فيما أكد مواطنون من أهالي بعقوبة بأن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية كفيلة وبدرجة كبيرة في بسط الأمن في عموم المحافظة لا سيمة بأن جميع القوات الأمنية تتمتع وبشهادة الجميع بالمهنية والحيادية حيث أصبح الاستقرار الأمني ملحوظ وبشكل كبير نحن الحمد لله من نقول وضع الأمني مستقر 100% لكن 90% والدليل على أن موجودة لحد الآن محلات تبقى امتتحة إلى ساعة 8-9 بير وبعض المناطق موجودة إلى ساعة 11 اليوم عندما اندمج المواطن مع الأجهزة الأمنية وتعاون بشكل كبير والأجهزة الأمنية اليوم تتعاون مع المواطنين صار هناك الفجوة التي موجودة راحت بالنتيجة هذا التعاون خلق جو إيجابي جدا على الأمن في محافظة ديالة طبعا تبقى هناك بعض الزمر الإرهابية التي موجودة في مناطق معينة ويمكن أعتقد شخصيها وتحت السيطرة مع أول أيام العيد أمنيات للمواطن في بعقوبة بأن يعم الأمن والسلام في ربوع المحافظة التي عانت ولسنوات من إرهاب وتهجير وما زالت تعاني في بعض مناطقها على أمل أن ينتهي هذا قريبا من محافظة ديالة حسن الشمال التغيير الفضائي